صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة المراد تسعة أيام لأن يوم العيد وهو العاشر لا يصام حرام صيامه المراد صيام تسعة أيام من ذي الحجة عشر الأول من ذي الحجة صيامها سنة وهذه أيام فاضلة اذكروا الله وأذن في الناس بالحجة توك رجاله وعلى كل غامر يأتينا من كل فج عميق ليذكر اسم الله في أيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة اذكرون الله بأي أنواع منا الطاعات اذكرونه بالصيام اذكرونه بالتكبير اذكرونه بالتسبيح والتهليل بالصدقات واسع يتطوع في عشر ذي الحجة بما تيسر له وهي الأيام المعلومات وأما قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فالمراد بها أيام التشريق المراد بالمعدودات أيام التشريق والمعلومات عشر ذي الحجة نعم ترجمة نانسي قنقر